عمر السومة يخرج غاضبا من أرض الملعب بعد تبديله في مباراة الأهل والفتح البارحة واليوم يصرح عن هذا التصرف والريحانية يبتعد عن الاحتراف ويتصرف بتصرف غير أخلاقي أمام الكاميرا وسأعرض لكم الفيديو ومن هم الحارسين الذين يستحقان الظفر بالمركز الأساسي والبديل في منتخبنا الوطني السوري خرج عمر السومة مبارح بالتحديد في مباراة الأهل أمام الفتح والتي انتهت بفوز الأهل 1-0 بعد تبديله غاضبا من هذا التبديل وإذا نجي للواقع نرى أن السومة معاه حق بالغضب خاصة بعد طرد لاعبين من نادي الفتح فكيف تقوم بتبديل مهاجم وزج مدافع والخصم مكون من ثمان لاعبين فقط فهذا الأمر أغضب السومة والصراحة أن أشوف معاه حق ولكن يجب التحكم في غضبه وأظهار ردات فعل هادئة أمام الجماهير وأمام الإعلام وبإمكانه يعبر عن غضبه بهذا التبديل بانفراد مع المدرب لكي لا تصدر ثرثرة وإثارة جدل مثل ما قام يحصل فالسومة اليوم طلع بتصريح بعد هاي السالفة وقال أنه هاي مجرد حماس ولحظة غضب والتركيز للمباراة القادمة وأنه كان غضبان وعمل كل هذا الشيء لأجل النادي الأهلي فالصراحة السومة بهاي اللحظات يعيش أوقات سيئة سواء مع النادي أو مع المنتخب وإحنا كجمهور سوري لازم ندعمه هو وكل لاعب سوري بغض النظر عن الأداء اللي ظهروا به بالمباراة الماضية بالمنتخب الروح للأمر الثاني عن اللاعب الدولي ولاعب نادي الاتحاد محمد ريحانية فالبارحة وبعد تعادل نادي الاتحاد أمام جبلة وبسبب تعثرات نادي الاتحاد الحلبي العريق ظهر الريحانية وهو مستاء من وضع النادي ومن تعثرات النادي قائلا محمد يعطيك العافية إيش صير مع نادي الاتحاد يعني إيش شرع بصير حكي لنا مصايق إيش الأنانية قدام اليول فزيع لاعب الدول يتبدل تكب الطابة ميش المنطق شي شي مو طبيعي أنا 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 أي آخر سنة اللي بنعمل هذه الاتحاد لو بدأ بطر يا ده ما بقى السمر طيب أدري الله يعينك على الوضع اللي انت بيه والحق معاك ولكن يا أخي احترم المراسل اللي عم يلحقك احترم الإعلامي اللي قام يعمل معاك لقاء ليش يتكبروه تعالي بعدين صراحة ما حبيت جملة هاي آخر موسم اللي مع الاتحاد لأنه اللي يحب نادي ويغليه بده يبقى معاه بالأوقات الصعبة قبل ما يكون معاه بالأوقات السهلة واليسيرة فهذا التصريح أثار غضب جماهير نادي الاتحاد الحلبي واعتبروا هاي التصريحات هي إساءة للنادي العريق وأنا أتمنى من قلبي عودة نادي الاتحاد إلى مستوى المعهود لأنه الصراحة نادي الاتحاد هو اللي يعكس سمعة الرياضة السورية للعالم كله كونه هو نادي آسيوي هو والكرامة ومعظم الناس تعرفه نروح للأمر الثالث ونتكلم شوي عن موضوع حراس المنتخب في بعض الأخوة الظن أنه المنتخب يعاني من مشكلة في مركز الحراسة وهذا صحيح وبالفعل نحن نمتاز بنقطة ضعف في مركز الحراسة بالمنتخب ولكن نقطة الضعف هاي أبداً مو بسبب ضعف وقلة الكفاءة السورية في مركز الحراسة ولكن بسبب عدم وضع الرجل المناسب بالمكان المناسب خلونا نتكلم بواقعية إبراهيم عالمي 100% لا يصلح لأن يكون حارس للمنتخب السوري حالياً فبرأيه بقادم المباريات يجب أن يكون الحارس الأساسي للمنتخب هو خالد حاج عثمان والحارس الثاني والبديل الذي يجب أن يأخذ فرصته مع المنتخب وهو يستحق هذه الفرصة صراحة وهو المتألق مع نادي تشرين أحمد مدنية يلي كان أيضاً يقدم مستوى جيد مع المنتخب في الماضي يمكن الآن في بعض الأخوة رح تقول لي الياس هدايا ما أقدر أقولكم الياس هدايا يجب وضعه كأساسي أو بديل أو يجب إشراكه مع المنتخب أساساً لأنه لم يتم تجريبه ولم يتم إعطاء الفرصة فأنا ما أعرف أداؤه وهذا خطأ فادح يعاني منه منتخبنا وهو التعنت بأسماء وعدم إعطاء فرص لأسماء أخرى هذا كان فيديو اليوم أتمنى تكونوا انبسطتوا أشوفكم عن قريب السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته